على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال أعلنت الشركة العالمية القابدة المدرجة في برسة أبوظبي عن تأسيس شركة 2.0 بأصول بلغة 100 مليار درهم فقى مجلس إدارة العالمية القابدة اليوم على بدء نقل 2.0 وهي الجيل التالي من الشركة القابدة وضم العديد من الشركات المتنوعة والدنمكية إلى القابدة قالت الشركة العالمية القابدة في أبوظبي اليوم الأربعاء إن الأصول التي تحولت إلى 2.0 والتي تشكلت حديثا ستأتي من رويل جروب المساهمة الكبير فيها مشيرا إلى أنها ستمتلك 87% من 2.0 ارتفع سهم العالمية القابدة خلال جلسة اليوم بنسبة بلغة 3.5% عند 414 درهم ليسجل أعلى سعر خلال الجلسة وأعلى إغلاق منذ إدراجه بتدولاتنا تجاوزت 691 مليون سهم أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواز نوتردام المحطات الذراعة التشغيلية لمحطة مجموعة نوتام على نسبة بلغت 100% من EPM Terminals كاستلتون بأسبانيا في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية أو القيمة السوقية المؤسسة 10 ملايين يورو وأشرت المجموعة في بين لها إلى أنه تم الإبرام الصفقة مع شركة EPM Terminals وتم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة أعلن السوق دبي المالي عن انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة أذلك اعتبارا من يوم الأثنين الموافق الثامن من يناير الجاري ويشار إلى أنه تم إدراج أزهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي لتكون أول شركة حكومية يتم إدراجها في السوق ثاني إدراج خلال العام الماضي قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى في صندوق النقدة الدولية إن اقتصادات الشرق الأوسط لا تزال على مصار واعد وذلك في حال عدم اتساع رقعة الحرب في المنطقة وتهديد طرق الدجارة أضف في معرض كلماتي بالمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي إن خطر اتساع الحرب يأتي على رأس التهديدات الإقليمية خلال العام الجاري أحذر أزعور من أن لبنان والدول المجاورة ستكون الأكثر تدررا في حل حدود ذلك أوضح أن الخطأ أو الخطر الآخر يكمن في عدم اليقين الذي ستواجه دول أخرى في المنطقة ما قد يؤثر على الاستثمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر